اشتركوا في القناة ما مدى اهمية هذان العاملان في تربية النحل سؤال مطروح يتطرق اليه الاستاذ ابو مازن الاهنومي من اليمن ولاهمية هذا الموضوع يعرف جميع النحالين ذلك الحرارة والرطوبة هم عاملان رئيسيان في تربية النحل فما هي الدرجة المثالية لهذان العاملان محاضرة قيمة للاستاذ الفاضل ابو مازن الاهنومي من اليمن تكونوا معنا درجة الحرارة المثالية ودرجة الرطوبة المثالية درجة الحرارة المثالية او الجيدة او التي تؤدي الى سيروث عمل الخلية بسلاسة داخل الخلية ليش لان اه سيروث عمل الطائفة طائفة النحل داخل الخلية النحل يحتاج بالنسبة لدرجة حرارة الحضنة يحتاج في حضنة الذكور ان تكون درجة الحرارة بين اثنين وثلاثين وثلاثة وثلاثين درجة معوية حضنة الاناث او حضنة الشغالات تحتاج درجة حرارة من اربعة وثلاثين ونص الى اه خمسة وثلاثين خمسة وثلاثين ونص اه حتى ستة وثلاثين فاذا درجة الحرارة المناسبة لعمل النحل هي بين هذه الدرجتين يعني بين اربعة وثلاثين بين ثلاثة وثلاثين حتى اذا كانت ثلاثة وثلاثين ممكن ان نحل ما ياخذ جهد كبير في رفع درجة الحرارة قليلا اه في اه عند 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 عشة الحضنة اه واذا زاد اذا اذا كانت في في حوالي ستة وثلاثين فانه لا يحتاج جهد كبير حتى يخفض الحضنة عند عشة الحضنة اه الذكرية او يخفضها قليلا عند عشة الحضنة اه حضنة الشغالات انطلاقة النحل تعتمد اه بقوة على تخفيف اعباء النحل كل ما خففنا العبع على النحل كل ما اه حصلنا على نتائج مرضية ومثالية في النحل اكثر فاذا كان اذا كانت درجة الحرارة الجوية في الخارج مثلا خمسة وعشرين او عشرين سبعة وعشرين ثمانية وعشرين فالجو بارد الجو بارد فعندما يقوم النحل بالتحضين فانه يحتاج الى طاقة قوية لكي يرفع عشة الحضنة يرفع حرارة عشة الحضنة الى حوالي اربعة وثلاثين ونص الى خمسة وثلاثين ونص يحتاج طاقة يحتاج تغذية يحتاج استهلك كربوهايدرات كثير لان كربوهايدرات او التغذية السكرية او السكر اه يعمل على رافع طاقة النحل وانتاج الحرارة اللازمة اه لعشر الحضنة طيب اذا كان اذا بتعب اذا اذا انخفضت درجة الحرارة عن ثلاثة وثلاثين او اربعة وثلاثين كلما انخفضت كلما زادت اه اعباء النحل في رافع درجة عشة الحضنة درجة حرارة عشة الحضنة اه اذا زادت درجة الحرارة في الخارج في في الجو عن ستة وثلاثين يعني في مناطق الحارة جدا اه تكون اه يعني اكثر من ستة مثلا ثمانية وثلاثين بعض المناطق تصل الى اربعين وبعض المناطق تصل الى اكثر هذا ايضا يشكل عبع على النحل فانه يحتاج في هذه الحالة الى ان يبرد حيز الخلية الداخلي ويجلب الماء ويتعب ويقوم بتحريك اجنحته لتشكيل تيار هوائي من اجل يبرد جو الخلية لي ينزل بجو عشة الحضنة عشة الحضنة هو الرئيس المهم بالنسبة للنحل ينزل بعشة الحضنة الى درجة حرارة بين اربعة وثلاثين ونص وخمس وثلاثين ونص. اذا اذا درجة الحرارة المثالية هي بين اربعة وثلاثين وست وثلاثين. اه ما يتعب النحل كثيرا لا في خفض درجة الحرارة ولا في رفع درجة الحرارة بالنسبة للرطوبة الرطوبة يا إخواني بارك الله فيكم زيادة الرطوبة الجوية تؤدي إلى مشاكل داخل الخلايا زيادة الرطوبة الجوية تؤدي إلى ظهور بعض الأمراض الفطرية في الخلية والتعفونات فإذا زادت الخلية 80 إلى 90% إذا كان الرطوبة الجوية عالية 70-80-90% كلما ارتفعت الرطوبة الجوية في الخارج كلما زاد خطر تكون الأمراض الفطرية الداخل الخلية ويحتاج بالتالي النحل إلى بذل جهد كبير جدا في تصريف هذه الخلية قد ينجح وقد لا ينجح قد ينجح جزئيا وقد لا ينجح نهائيا فتشكل الرطوبة العالية عبء على النحل وعبء كبير كذلك الرطوبة المنخفضة إذا كنا في مناطق جافة تقل فيها الرطوبة عن 50% تقل فيها الرطوبة الرطوبة فيها 40 مثلا أو 30% هنا النحل أيضا يتعب كثيرا بسبب هذا الجفاف وهذه الرطوبة المنخفضة تؤدي إلى عدم فقص كثير من البيض والسبب سنوضحه الآن بعد قليل فيحتاج النحل إلى رفع الرطوبة داخل الخلية أو داخل حيز الخلية بسبب الجفاف فيحتاج إلى مياه مصدر مياه نظيف يأتي بالمياه منه ويشترط أن يكون هذا المصدر من المياه نظيف ويشترط أيضا أن يكون بارد نسبيا بدرجة حرارة بدرجة رطوبة بدرجة برودة طبيعية من أجل يجلب إلى الخلية ويقوم بتبخيره داخل الخلية من أجل تلطيف أجواء الخلية ومن أجل رفع الرطوبة من أجل الحضنة وسنوضح الآن كم كل حضنة كم تحتاج كل حضنة نوع من الحضنة إلى درجة رطوبة البيض يحتاج إلى درجة رطوبة 90 إلى 95% يعني إطار البيض يجب أن تكون درجة الرطوبة حواليه بنسبة 90 إلى 95% من أجل أن يفقس البيض وإلا إذا انخفضت الرطوبة حوالي هذا الإطار عن 90% فإن البيض يعني أغلب البيض لا يفقس ويخرب وبالتالي يتخلص منه النحل وبالنسبة للحضنة المفتوحة فإنها تحتاج حولها إلى درجة رطوبة تتراوح بين 60 و 65% لابد بالنسبة للحضنة المغلقة فإنها تحتاج رطوبة من 50 إلى 55 أو 60% إذن لاحظنا أن أقل درجة حرارة تحتاجها الحضنة المغلقة هي 50% ولاحظنا أن أكبر درجة عفوا لاحظنا أن أكبر درجة الرطوبة تحتاجها الحضنة المغلقة هي 50% وأكبر درجة حرارة رطوبة تحتاجها يحتاجها البيض هي 90-95% طيب إذا كان إذا كان مقياس درجة الرطوبة في الخارج أو في الجوال الهوال الجوي مثلا أقل من 50% كم سيحتاج النحل من جهد ومن طاقة ومن غذاء من أجل يعمل على رفع درجة الرطوبة عند البيض إلى 90-95% يحتاج طاقة قوية من أجل أيضا أن يرفع درجة الحرارة الرطوبة عند الحضنة المفتوحة إلى 65% يحتاج جهد كبير من أجل يرفع الرطوبة عند الحضنة المغلقة إلى 50% أيضا يحتاج جهد فإذا نقصت درجة الحرارة الجوية عن 50% يشكل ذلك عبء كبير على النحل طيب إن زادت درجة الرطوبة الجوية عن 60% 60% إلى 65% أو 70% قد نتغاضع قد يستطيع النحل السيطرة وتصريف الرطوبة الزايدة لكن إذا زادت عن هذا الحد فالنحل يواجه مشكلة الأمراض والتعفنات داخل الخلية فلذلك 60% هي الدرجة الدرجة يعني في حدود الستين درجة مثالية بالنسبة للنحل رطوبة تكون 60% إذا احتاج إذا احتاج النحل إلى رفع الرطوبة عند البيض فإنه يبذل جهد بسيط كذلك إذا رفع الرطوبة عند الحضنة المفتوحة فإنه يحتاج إلى جهد بسيط أو جهد بسيط يرفعها إلى 65% فالدرجة الرطوبة المثالية هي بين 50% لا تقل أبداً عن 50% ولا تتجاوز 60% أو 65% أرجو أن يكون واضح إن شاء الله هذه المسألة من المسائل المهمة في تربية النحل تحياتي لكم وإن طالت الصوتيات